مرحبا برج القوس اهلا فيك في قراءتك العاطفية القراءة رح تنطبق على الطالع والشمسي وايضا القمري عزيزي برج القوس هالمرة رح يسوي القراءة بطريقة واسلوب المرايا انت على هاي الجانب الحبيب او الشريك على الجانب المقابل ولكن اذا حسيت ان الجانب الاخر اللي هو هني ينطبق اكثر على وضعك مع الشريك فاعكس القراءة بما يناسب وضعك اول شي رح ابتدي بطاقتك الحالية الطاقة العامة والمتفرعة طاقتك العامة هني والطاقة اللي رح يتفرع من هالموضوع بينك وبين شريكك ونشوف الحين طاقة الشريك الطاقة العامة للشريك والطاقة المتفرعة عزيزي برج القوس طاقتك الرئيسية هو البرج كرت برج العقرب البرج تغيير شامل مو دائما الناس يفكرون يشوفون البرج يفكرون تغيير سلبي بالعكس هذا النوع من التغيير هو اللي يخليك تقفز عشر خطوات عشر درجات عشان تصل الى مرادك بالعادة احنا نفكر مثلا او مخططين اننا راح نمشي خطوة بخطوة ولكن في تغييرات مفاجئة يمكن تكون حتى بالنسبة لنا احنا نشوفها كنقمة ولكن هي حقيقة النعمة تغييرات راح تهز اسلوبك مع الشريك في الفترة القادمة اشوف فيه تغيير شامل في اسلوب وطريقة تعامل برج القوس مع الشريكة خلا نشوف شريكك عند خمسة السيوف تغييرك المفاجئ راح يشتت ويخربط ويكركب بعد طريقة تعامل شريكك معاك راح يكون ملخبط معارف اشلون يتعامل معاك لان بسبب هاي التغيير الشامل ممكن انك مثلا بالعادة دائما كن طيب وحبوب وتتنازل مع الشريك وتحرص ان الامور تمشي بينكم مهما كانت صعبة في الفترة القادمة بالعكس راح تضرب بريك وتقول لا من يوم رايح تب تسوي شيء انت لازم تسويها شريكي او ممكن يكون العكس اذا انت مثلا كنت سابقا اناني وكنت دائما تطلب من الشريك ان اه هو اللي يعبر اه هو اللي يثبت فراح في الفترة القادمة تكون انت المعطاء اشوف انه في شيء في حدث مهم احتمال انك سمعت تجربة اخرين سمعت حكمة من فم شخص ناجح ايضا في علاقته اه اللي راح تاخذها تحط عينك عليها وتاخذها كدرس والطبقة تبتدي الطبقة بحياتك ولكن شركك شوية هني كأنما مصدوم بنوعية التغيير اللي قاعد تدخلها على تعاملك معه طاقتك الفرعية اوكي هذا الشيء طبعا بعيد عن طاقتك طاقة فارس الارض فارس الخماسيات بالعادة برج القوس من اكثر الابراج عفوية وايد عفوي وايد يتصرف على طبيعته ولكن قلتلك في شيء حدث او سيحدث في الفترة القادمة ابدا مش يسلبي بالعكس شيء يسبب مثل الصدمة او تغيير شامل هني الى طريقة تفكيرك وتصرفك المعتادة راح تبتدي تحسب احساب كل ملي من تصرفاتك تحسب احساب اذا انا عطيت الشريك شذيه شنون راح على اي نتيجة راح احصل معاه هني راح تصير حذر اكثر في تعاملك معاه حذر حتى شنون تأثر انت عليه اذا مثلا انت بتعلمه تب الدربة انه هو اللي بادر انه هو اللي يقوم من نفسه ويتصرف على التصرفات اللي انت بيها راح تبتدي عنده هني في طاقة الارشاد الحذر طاقة التوجيه ستة السيوف اوكي وشريكك راح يتبعك لان ستة السيوف الكارت هذا يعني الانتقال من مرحلة صعبة الى مرحلة اسهل بالضبط لما يكون شريكك هو نفسه يحس نفسه محتاج الى الهام منك انت انت تراوي الطريق انت اللي تبتدي اتمحد للطريق شلون تببي نتعامل مع بعض شلون تببي حين احنا واجهنا مثلا عقبة شلون نتعامل مع الوضع شنو استراتيجيتنا القادمة شنو خطتك الشريك يتطلع اليك هني صح هو في البداية ينصدم شوية من تغييرات المفاجئة اللي راح تصير كأنما على شخصيتك ولكن في النهاية راح بالعكس تكون انتهني بمثابة شوف الفرصان هم دائما اللي يهرعون الى المساعدة تكون بمثابة القدوة له تصرفاتك يا عزيزي يا برج القوس هي القدوة اللي راح تكون تقييد او تلهم شريكك انه يتبعك يتبعك في الطاقة يتبعك في التصرفات يمكن انت هني تحاول مثلا تعلم شريكك انه يكون اكثر حذرا مع الاموال يوفر اكثر يصرف اقل انت اللي قاعد تتمهد الطريق او قاعد مثلا تبعك بالعكس تخلي يصرف اكثر او يكون كريم اكثر يبادر يبتدي يسوي اشياء من نفسه عشانك هي طاقة انا اخذ بيدك واعلمك ايضا في ابراج وايد كانت عندهم هاي الطاقة اليوم انه هم اللي يبتدون يرشدون شريكهم بدل ما يضلون في طاقة التدمر وانا مش عاجبني طريقة تصرفه معاي بالعكس يبتدون اعلمونه اعلمونه مثلا اذا تبع شخص يشتري عشانك اشياء مش شرط اني دائما اعطي اوامر او اعطي تعليمات لا هذه الطاقة اكثر ذكاء طاقة انا ابتدي اعطيك اشياء بسيطة عشان انت تفهم انه لازم تعطيني اشياء اكبر ابتدي ابادر ادخل بيتكم مثلا عندي في يدي صحن حلاوة عشان انت تفهم ان المعاملة بالمثل اوكي واكرام الكريم يكرمك بالعكس لازم تزيد يا شريكي انا عطيتك شي بسيط انت لازم تزيد طريقة ذكية في التعامل يا برج القص اشوف هني بالعكس شريكك رح يكون جدا متفاعل معاك ويتبعك على اي خطوة انت تخطو وعلى اي نغمة انت تعزف رح يتبعك هنا الطاقة اللي بعدها الاحمق او المشاغب الكارت رقم صفر وشريكك عندها ملك الاكواب يا برج القص في شي انت رح تحتفظ فيه حتى في خضم كل هاي التغييرات في شي رح تظل متمسك فيه وحتى لو هذا الكارت قاعد يراوينا انه الشخص مو متعلق بأي اشياء رح تتمسك بطبيعتك ترى العفوية بالعكس الدرسة هني اللي رح تتعلمه ما رح تطبقه لدرجة انه انه تنسى من انتك برج القص تنهي طبيعتك لا طبيعتك رح تاخذها معاك العفوية ولكن رح تاخذها داخل العلاقة مع شخص يفهمك كأنما انت هني كنت عفوي مع الكل واكتشفت الدرس المؤلم بطريقة مؤلمة انه مو الكل نواياهم حسنة مثل ما انت تفكرهم في ناس ياخذون كلامك وتصرفاتك ويحرفونها على كيف على كيفهم ليش لانه عندنا رقم صفر اي رقم ثاني نقدر نضيفه على رقم رقم صفر ورح يطلع علينا رقم مختلف يحرفون كلام على كيفهم يغيرون فيه على كيفهم لانه انت طبيعي لانه انت عفوي لانه انت صادق مو من الابراج المنافقة تتصرف نعم بجموح ولكن هذي طبيعتك يعني كأنما يقول لك او رسالة لك ان احرص ان هاي طبيعتك تريها للاشخاص وخصوصا شريكك اللي يكون اللي تحس انه راح دائما يأخذها بحسن نية شريكك من هذين الاشخاص اللي تقدروا تكون على طبيعتك معاهم ولكن مو الكل لا تؤمن ولا تفترض ان الكل عندهم نفس حسن النية بالعكس فيه ناس يصطادون في الماء العكر فيه ناس يتصيدون عليك الغلطة يبحثون عن هفوة او تصرف بطريقة عفوية عشان يعتدون عليك عندنا كرت البرج صدمة كلام راح يأتيك ناس يفترون عليك ان برج القوس قال وفعل او حتى درس مؤلم ولكن شريكك راح يظلم للاشخاص اللي تعتمد عليهم وتقدر لمستوى ما تكون على طبيعتك معا احب طبيعتك ولكن هناك انا ما اهوة في نفس الوقت قاعد يقولك هاي التصرفات اللي احنا متعودين عليها العفوية الضحك ان احنا ما نجامل خلها معاي انا بس لان انا اقدر افهمك ولكن مو الكل ما تكون مع الكل خصوصية للعلاقة اخر كرت عندنا الكوب الاول الكوب الاول الكوب الاول يأتي من ملك الاكواب احتمال انك هي برج القوس عندنا هنا كرت برج العقرب طاقة مائية وايضا طاقة هوائية المائية ممكن تكون عقرب سرطان حوت الهوائية ميزان دلو جوزاء احس وايد هنا في طاقة الميزان لان اشوف طاقة هادئة معتدلة وايضا جوزاء انزل الكوب هاذا راح يأتيك من 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 ملك الاكواب راح يأتيك عرض منه انت هنا في اللحظة اللي تحس انك مو قتلك نعمة ولكن تأتيك على شكل نقمة في اللحظة اللي تحس ان ابتديت تخسر فيها كل شيء او خلاص الوضع خرج عن السيطرة لان هذا الكرت يمثل سقوط البرج والفوضى راح بالعكس من بعد هاي المرحلة راح تأتيك النعم راح يأتيك عرض من الشريك سواء عرض حب عرض زواج كلمة مثل انا اختارك او كلمة مثل ان يكون واضح فيها في مشاعر تجاهك يوضح لك الامور يلتزم فيها معاك هذه كلمة اللي عبارة تكون مثل الوعد كلمة الالتزام اشوفها ترسلك من جانب شريكك وشريكك عنده فارس النار كأنه ما قاعد يقولك اهني اهوى ملك الاكواب مو شرط انه برج مائي لا ابدا اي شخص ممكن يحصل على هاي الطاقة ولكن هذا اهوى اهني شريكك معجب وان كان اهوى بالعادة وايد تتصرف برسمية اكثر منك ولكن جدا معجب بطريقتك العفوية وهذه طبيعة كنت برج القوس فكأنما التغيير اللي تمر فيه رح يكون فقط على مستوى تعاملك مع الاخرين ولكن مع الشريك بالعكس من الامور اللي جدا تجذبه فيك طاقتك النارية طاقة الجموح مثل ما نقول فيه حصان وفيه حصان بري هذا هي طاقة برج القوس الحصان البري اللي لحد الان ما يحاول حتى يتحكم في طبيعته جماله طبيعي تصرفاته طبيعية شريكك جدا رح يكون يبحث حتى عن هذا الطاقة فيك في الفترة القادمة خلا نشوف كيف يتطور الوضع بينكم بحلول نهاية الشهر هذا كارت لك وكارت عشان الشريك طبعا الماضر اذا شفته الكارت لانه انقضب من شوي البرج مرة اخرى Life Experience هو كارت البرج هنا البرج مرة اخرى وشريكك عنده سبعة السيوف برج القوس بس في شي لازم تنتبه له في اخر اسبوعين او على اخر هذا الشهر شريكك قلت لك رح يوضح معاك امور كأنما رح يقف ويقول لك في اسلوب احنا قاعدين نتبعه ما ينفع مع الناس اما اسلوب الطيبة المضالغ فيها اما اسلوب العطاء بلا حدود اما اسلوب مثلا انه نعطي الناس اموال ووقت ونعطيهم اسرار ونثق فيهم على الفاضي رح يقول لك محتاجين غموض اكثر طاقة الاستخباء والتسثر هنا هذه المبادرة مبادرة تخلى نكون شوي غامضين ومبتعدين عن الناس نعيشنا عن مغامراتنا الخاصة يا حبيبي ولكن بعيد عنهم لانهم ما يفهموننا ما يفهمون اعجابي فيك ما يفهمون طبيعتك طاقة شوي خلنا نبتعد عنهم هذا المكان مو مكاننا نحن لسنا مرحب فينا في هذا المكان بعد الان يمكن اذا انت مثلا تساقين في بيت اهله رح يشجعك او يقترح عليك شريكك ان تطلعون لشقة او لبيت تكونون في لوحدكم ان تغيروا مثلا الجامعة نوع من الانتقال ان مثلا امام الناس يا برج القوس لا تكلمني ولا تذكر اسمي ما ابيعين الناس لان هذا ايضا كرت الحسد ما ابيعين الناس تظل تؤثر علينا وهذا هي النصيحة لك يا برج القوس حتى واذا ما اتت المبادرة من شريكك العيون قاعدة تصير عليك بما ان طبيعتك وايد عفوية مشاغبة جميلة ولكن قاعدة تأتيلك بانتباه او اهتمام انت ما تحتاجه اهتمام الحسد واهتمام العذال والحاسدين فاحذر يا عزيزي برج القوس من هاي الناس وخلك غامض وخفي مع شريكك في الفترة القادمة هذه كانت قراءتكم العاطفية